ولنقاش ملف هيمنة إيران الاقتصادية والسياسية والأمنية على العراق وتدعيات ذلك ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من أمستردام الإعلامي مظفر الخميسي أهلا بكم سيدي مزال خير كيف يفسر الإعلان الإيراني المتكرر عن رفع معدل الصادرات والذي تطمح تهران لأن يصل إلى 190 مليار دولار أمريكي هذا يفسر أن إيران تسعى إلى هيمنة الكاملة على القرار العراقي وعلى الشعب العراقي إفقار الشعب العراقي وجعل الشعب العراقي وأمواله واقتصاده رهينة بيد المرشد معناها هذا تكريس لكل شيء ينحط بيد إيران الميزان التبادل التجاري دوما يكون بين طرفين ويستفيد الطرفان من هذا التبادل بينهما لماذا لا يصر العراق أيضا من جهته على أن يكون حجم التبادل بنفس قدر استراده للسلع الإيرانية لأن الأحزاب والأفراد التي استولوا على السلطة من مجيء الاقترار الأمريكي إلى اليوم هم كلهم عملاء إلى إيران هم عملوا من اليوم الأول على هدم البنية التحتية للعراق وتفكيك المعامل وإرسالها إلى إيران تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية تحويل المعامل المهمة إلى مولاد كل هذا ساهم بالتعاون مع إيران قطع المياه عن الأراضي الزراعية كل ساهم في أنه العراق ما عنده شيء يصدر إلى دول الجوار أصبح مستورد ومجرد أفواه تأكل لا غير هذه الهيمنة الاقتصادية وقبلها السياسية إلى أي مدى ساهمت في إفشال الدولة العراقية وعدم الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها بالصراحة أختي الكريمة هو يعني الآن لا وجود للدولة في العراق لا وجود للدولة لا وجود لمؤسسات وجود لدوائر خدمية ينخرها الفسادة تنخرها المحسوبية الكل مجهولين لطبقة الحاكمة مجهولة بإفقار الشعب بيجعل الشعب يركض وراء لقمة العيش خلقوا طبقة فاحشة الثراء وسحقوا الطبقة الوسطى اللي هي عماد الدولة تكون وخلقوا طبقة كبيرة من الفقراء الناس اللي ما يعدها تاكل هذا اللي موجود بالعراق دولة فاشلة بدون مؤسسات وبدون هذا كلتا من جوائد اللي يحكمون الآن بالمنطقة الخضرة تتضارب الأنباء حول تسليم العراق أو الإفراج عن أرصدة مجمدة لدى العراق لإيران ما مدى صحة ذلك ومدى وافع اتخاذ العراق لمثل هذا القرار يبدو أن أمريكا أنضت الضوء الأخضر إلى عملائها بالعراق أنه يطلقون سراح الأموال لكن السؤال اللي ما إلى جواب اللي ما حد يحاسب عليه أنه هذه المليارات اللي قاعد يوميا سددوها لإيران مرة تحت مسمى سداد ديون الكهرباء مرة كل ستة شهر سبع تشهر يقوم العراق بتزديد ثلاث مليارات أربع مليارات إلى إيران لا أحد يحاسب ولا أحد يدري ولا أحد يعرف شنو هذه المليارات اللي قاعدت تنطل إيران على ما يكون شيء وبالأصل ما يكون كهرباء بالأصل مقطوع الغاز بالأصل مقطوع الماء يشيلون ينطلون مليارات أكيد بموافقة أمريكا أكيد يعني هذه نتائج مباحثات فين إلى أين تتجه الأمور في العلاقات العراقية الإيرانية وهل يمكن التوصل إلى علاقات مصلحة لكلا الطرفين يستفيد العراق مثلما تستفيد إيران من هذا التبادل الاقتصادي لا وجود لهذا الميزان باعتقادي الميزان اللي معمول به الآن أنه إيران تستحوذ على كل شيء بالعراق لأنه إيران لما تكون أقوى من العراق وتكون مسيطرة على العراق هذه الطبقة الحاكمة الآن رح تبقى رح يبقون موجودين متسلطين على رقاب الناس من تكون إيران ضعيفة وتخرج بره هما رح ما رح يبقون 24 ساعة بالعراق وجودهم من وجود إيران قوية وإيران متسلط على الشأن العراقي بالمقابل الإمكانيات الذاتها التي لدى إيران متوفرة وأكثر في العراق لماذا لا يقوم شأن العراق نتحدث عن المجال الاقتصادي نتحدث عن الموارد الطاقوية من نفط وغاز وكهرباء لأن لا وجود للشرفاء الخيرين يعني هذه الناس اللي تحكم الآن والأحزاب الحاكمة العميلة ما تخلي إنسان نظيف يجي يشتغله بمكان ويقدم شيء للبلد كل اللي موجود أنه والإنسان المرتشي والإنسان الفاسد والإنسان اللي يزكي هذا الحزب أو ينطي يشتغل بالمافيا الحزبوية مالتهم هو هذا اللي يوصل بالمناصب المهمة والمكانات المهمة ما يكون إنسان دي يشتغل للدولة والوطن الكل قاعد يشتغلون لأحزابهم الكل شكرا جزيلا لكم مضافر الخميسي الإعلامي حدثتنا عبر خدمة سكايب من أمستردام